شدد نائب رئيس مجلس القيادة الرياسي اللواء دروس الزبيدي على سرعة فتح مقار الوزارات في العاصمة عدن ومزاولة جميع وزراء الحكومة لمهامهم من المقار الرئيسة لوزاراتهم معكدا أن العمل من خارج العاصمة عدن لم يعد مقبولا جاء ذلك خلال ترأس اجتماعا استثنائيا لمجلس الوزراء لمناقشة تفعيل عمل الوزارات وفتح مقارها الرئيسة في عدن للقيام بالمهام المنطط بها تجاه المواطنين وسبلي وأليات مضاعفة موازناتها ورفضها بالكوادر الشابة المدربة وطالب الزبيدي الحكومة ببدل المزيد من الجهود للارتقاء بأداء الوزارات وتفعيل نشاطها وتعزيز الانضباط الوظيفي فيها وتأهيل المنشآت التابعة لكل وزارة والاستفادة القصوى منها ورفضها بالكوادر الشبابية المدربة القادرة على مواكبة التطورات في مختلف المجالات مستمعا إلى مجمل الصعوبات التي تواجه سير عمل الوزارات والجهود المبذولة للتغلب على المعوقات وكذا جملة من الآراء والمقترحات لتفعيل وتكثيف نشاط الوزارات لتحسين الأوضاع الاقتصادية والخدمية في العاصمة عدن خاصة والمحافظات المحررة عموما كما جرى في الاجتماع منقشة موازنات الوزارات وسبل تعزيزها ومضاعفتها بما يمكن الوزارات من أداء مهامها بالمستوى المطلوب ترجمة نانسي قنقر